مساء الخير عليكم مشاهدين الكرام تماما في قناة الشرق تيفي وبرنامج لايف المشاهد لبرنامج يجريكم دائما وضيلة يوم الأسبوع بأخبار وحصريات اللي تحبوها وتحبووا اتبعوها دائما أما يوم الخامس فباست أوف أوف دو ويك دائما أنا وزميلي آمينة نقدمو لكم عفوا ونحوصل على كل الأسبوع ونقولوا مساء الخير آمين مساء الخير يا كرام تعجبني كلمة باست أوف أوف دو ويك بس بنحسن لحل قمومية بحضوركم بحضور مشاهدين الكرام لخير قناة العيلة في هذا الوقت باشيشوفوا لايف المشاهد في حوصلة الأسبوع المواضيع اللي كنا تناولناها ولعل أهمها مهرجان القاهرة السينمائي طبعا مهرجان القاهرة السينمائي في طبعاته الـ 45 والحاجة طبعا لميزة برنامج لايف المشاهد أنه كان حاضر في تقطية هادية يعني ما جبناش فقط صور يعني من الانترنت ولا شفنا أخبار على الانترنت لكن كنا حاضرين بالكاميرا والميكروفون والموفد ديانا عصام دهما أو الزميل عصام دهما ليحاضر دائما باشي جبناء كل كبيرة وصغيرة حول هاد المهرجان نجوم كتيرة كنا نحبوهم كنا نشوفوهم كي كنا صغار في مسلسلات المصرية والأفلام السينمائية المصرية كانوا حاضرين طبعا وكانوا يعني حاضروا كثير من العروض ومبينتهم طبعا كين عروض جزائرية وأكيد عندنا الفيلم الجزائري زميلتي اللي راح مشارك في فئة معينة من هاد المسابقة هاد الدورة من المهرجان كانت مميزة خاصة بالأفلام المرممة لأنه جابوا أفلام نسخ قدماء ودورموها بتقنيات لكينة حاليا وعرضت للجمهور بحضور الناس اللي شاركوا فيها في وقت هذا طبعا المهرجان هذا نعود أن نذكركم أنه راح في طبعته الخمسة أربعين خلينا نقول كذلك أنه الفنانة التونسية الممتلة التونسية كانت كذلك شاركت بأول تجربة سينمائية لها بالفيلم ديالها طبعا لي كانوا حضروها الكثير من الجمهور والناس اللي كانوا حضرين له حتى الفنانين وكانوا أطاور رأيهم والأصداء التحون كانت جميلة جدا وقال أيصان أنه بمجرد أنه خلاص لها نذكر أصف قولها وأكيد أنه كانوا حضرين نقات كذلك فنانة الدرة التونسية تجربتها لإخريجية لأولاد التعامل مع قضية حساسة وهي القضية الفلسطينية القضية الأم قضية الأمة طبعا نشوفوا أنه قضية الفلسطينية أمين ولينا يعني طبعا في كل مهرجان تكون حاضرة خاصة المهرجانات الجزائرية لو نفتحه قوس يعني أو نعضره بين قوسين حول المهرجانات الجزائرية لدائما يحطوا اللمسة الفلسطينية كسوسوا في الشعار ولا في الأغاني اللي قدموهم بلك في المهرجانات ولا حتى اللباس التقليدي الفلسطيني اللي هو الكوفية اللي حاضر دايما شوفوا أنه دائما مسندين القضية الفلسطينية ولو بكلمة ولو بالشعار ولو بصورة وحتى بالأبعاد الفنية زميلة الإكرام ففئات معينة في مسابقات في مهرجانات أقيمت في الجزائر كانت أفلام فلسطينية عريضات وتكلمنا عليها في برنامجنا لايف المشاهير هذا المهرجان بالدات لازم يكون فيها مثل هذا النوع من مغلوش التلميح ولكن التركيز على القضية الفلسطينية لأنه مهرجان مرموقة عالميا ومعروف ومصنف ضمن الـ 15 مهرجان الأولى عالميا فأكيد إحنا يا كنا عيشناكم كل صغيرة كبيرة من قلب الحادث ومن هاد المهرجان في دورته 45 وراح نعود نقول له طبعا باش نتكلموا على هاد المهرجان لكن هنتكلموا عليه طبعا ودائما بمباشر حصري من القاهرة مع زمينا عيسان دهمالي حيكون معنا على المباشر بعد دقائق قليلة فقط لكن نروحوا لموضوع آخر بما أنه المباشر ما زال موجود فنتكلموا على جديد المسلسلات الجزائرية رمضانية أو شبكة البرامجية الرمضانية على قناة الشروق تيفي كما عودتهم دائما حيكون كاين جديد إن شاء الله ومسلسلات قوية إن شاء الله هذا العمل من إخراج أسامة قبي اللي كان دار رائعة 11 في موسميها الأول والثاني واللي كان ميزها التشويق والغموض اللي عاشهم الجمهور خاصة إلى جفايزة ميتي أكرم طريقة الترويج المبهرة اللي كانت إدارة العمل وإدارة القناة يعني خرجوها فإحنا نانيمي وفجأة ينقاطع البت يخرج الهاكر والناس تتساءل تعليقات كان يقولوا دائما أنه تم تحكير قناة الشروق لكن ظهرت أنه هذه استراتيجية جميلة ورائعة وذكية للترويج لهذا العمل أو عمل 11 في جزءه الثاني دائماً أسامة قبي يفاجأنا يعني بأعماله شفنا أنه 11 كان مسلسل قينا نقوله أنه يخلينا ولا يخلي للجمهور أنه يخدم راسه آمين يعني ويركز في المسلسل باش يقدر يلقى القاتل ويلقى الحل ويلقى المشكل إلى غير ذلك لكن هذه المرة سنعيشوا قصة أخرى مع أسامة قبي صح فالمرة الأولى كنا عشنا نوع من الغموض نوع من الرعب النفسي التي تبدأ تحلي في الشخصيات هذه المرة ستكون حاجة يعني رايحة في الدراما الاجتماعية قصة معاصرة حاجة بلك مغايرة ولكن الحاجة التي قالها أسامة قبي أنه ما زال دائماً كاين الأكشن وما زال كاين دائماً الإطارة في هذا العمل المنتظر العمل سيكون كما قلت أمين عبارة عن دراما اجتماعية لكن فيها الإطارة وتنفيذ بمعايير عالمية رح يكونوا إن شاء الله في هذا المسلسل كنا تذكرنا العديد من الأسماء إن شاء الله اللي رح تكون حاضرة في هذا المسلسل من خلال برنامج لايف المشاهر وحصرياً كنا اعلناهم مثل خساني جريو أكرم جغيم وخاصة كذلك بكروني للناس كامل تستنى في كل رمضان رح يكونوا حاضرين أمين لكن رح يكونوا حاضرين في شخصيات كما ما شفناهم مقبل يعني ما شفناهم مش كا في شخصيات أخرى وهذا من تصريح المخرج أسامة القبي في المباشر ديالو معنا في برنامج لايف المشاهر يوم أمس وعد كذلك أنه رح يكشف على الشخصيات لرح يلعبوا أو يقوموا بدور بنات المحروصة حصرية للايف المشاهر الأسبوع المقبل ولو أنه خليني نقول أنه عندنا بعض الأسماء في رأسنا لكن نحبه دائماً تأكدون عند أسامة قبي وأكيد نحترمه قراره لأنه لما سألناه قلنا له لماذا لم تفصح عن هذه الأسماء قال أنه حب يبدأ التشويق والغموض في العمل ديالو منذك وكاين وجوه جديدة رح تنضم كما نعرف أنه أسامة قبي دائماً يحب يعطي الفرصة لي الوجوه الجديدة ويعطي لهم أدوار مش فقط خليني نقوله بلك يكونوا أدوار تقريباً رئيسية يعني باش يطي لهم الفرصة أنه يشاركوا بحاجة مليحة وكيشوف فيهم بلك الموهبة لما لا يعطيهم أدوار كهذا الأدوار فالوجوه الجديدة رح تكون مشاركة في هذا العمل لكن بنت المحروصة كما قالنا وكما قال في المباشر اللي كان قام به في برنامج لايف المشاهير أنه رح تكون وجوه معروفة لكن ممكن يعني منقبل ما كانش عندها أدوار رئيسية خلينا نقوله آمين يعني شفناها منقبل في الشاشة لكن ما شفناها تدع فيش كما نقوله رأي فجأنا ويحطهم في عمل يلق بهم ويكونوا نجوم في هذا العمل أنا زمينتي إكرام كنت سألته على المحروصة هو الاسم التاريخي للجزائر العاصمة متعارف عليها المحروصة بالله فقلت له هل القصة رح تدور في الجزائر العاصمة قال لي أنه رح تكون في حي شعبي آمينة بك المعلوماتك وكلماتك ما شاء الله عليك منقبل لهم شانا في المباشر يلا تلتبانات المحروصة رح يكونوا ثلاثة كما قلنا كل وحدة يعني الدور التحاء ينسيكم في الدور الآخر وكل وحدة وقصتها الأحداث تكون في حي شعبي كما قلت آمين بما أنه سمى المحروصة أو بنات المحروصة فالمحروصة هي جزائر العاصمة كاملة يعيطوا لها هكذا لكن من وحي خيال المؤلف يعني بلا تشخيص مش حي معين راح يصوروا فيه أكيد أنه أسامة قبي لما سألته فيعني توقعاته لهذا العمل خاصة بعد أنه رفع المستوى سواء من الجانب القصة ولا حتى الجانب التقني في 11-11 بجزئيه فوشنه توقعاته قال أنه الجمهور رح يعيش تجربة تلفزيونية لمثيلة أنا أشوف أنه أسامة قبي بمجرد إخراجه لمسلسل 11-11 في الجزء الأول وجزء الثاني يعني قبلك أنا أمين نحب الإنسان اللي يدير حاجة يديرها مغيرة ومختلفة عن الآخر نشوفوا بزاف أفلام يعني نحبوا الأفلام لنشؤوا المسلسلات عفوا مشاهدين الكرام المسلسلات نشوفوهم كما دعم أولاد الحلال تاني فكرني اللي كنا شفناها البراني إلى غير ذلك هدوما كامل مواضيع يعني كما نقولو اجتماعية واقعية وشي صراف الحومات وشي صراف الجزائر وشكاين الأطفال كيفاش يروحوا يقرأوا كيفاش يكون عندهم باش كذلك يوجهوا رسالات العائلات لم يشوفوا يعني باش ياخدوا حذرهم كذلك يعني رسالات هدوما ونصائح يوصلوا للمشاهد الكريم في رمضان بلا ما يكون كاين يعني رسالة دي اكتماعي نحن نعرفو أنه المشاهد كما في البطحة يوصلون رسائل كوميديا لكن هما رسائل حقيقية فنشوف أنه دائما يحب الاختلاف وساما قبي يحب حاجة مختلفة يحب يكون اونيك كما نقولو يعني ما يشبهش الكامل للمخرجين ولا يشبه الكامل لسيناريو اللي راهم حصلين فأنا نقول أنه بنات المحروصة بعد ما شفنا جزء الأول وجزء الثاني تاحداش احداش رح يكون قنبلة الموسم صح لأنه رفع المستوى وقناة شرق كذلك زميلتي دائما تراهن على مثل هكذا أعمل وتأمن بالأفكار الجديدة والأفكار ديال الشباب صح لأنه فلما نشوفه السيناريو خاصة ليتبعوا العمل وشافوه للأخر فكرة جديدة مش نهاش مقبل في الجزائر مع احترامنا الكامل الأعمال الأخرى لدارة حالة ولسجلة نسب مشاهدة كبيرة ولكن من حيث الفكرة كمرة أولى أنه قناة يعني راهنة هذا العمل فمشكورين على ذلك نشوفه أنه يعني المسلسلات الأخرين كما قلت لك أنا أمين نحبوهم وانتبعوهم كما البراني بشاهدة الجميع أنه كان من بين مسلسلات درامية ولأول مسلسل درامي كان عنده نسب مشاهدة كبيرة في شهر رمضان لكن خليني نقول كذلك أنه مليح الواحد يمد أفكار مختلفة فالشروق وش دارت لأمليفات أنه كان كين البراني مسلسل اللي يحبوه كامل الناس والعائلات اللي غير ذلك ويحبوا يشوفوه أمام تون كان كين حداش حداش للناس اللي تحب تركز وتخدم عقلها فهذه المسلسلة تحت حداش حداش والأفكار تحت حداش حداش فاشتفكرنا في ناتفليكس صح الأعمال الكبيرة العالمية تقنيا حتى في التصوير حتى في كل معايير التقنية لما كنا تكلمنا على حداش حداش يعني من الموسمة ديالو الأول فعشنا قصة استثنائية واختمناها بقصة استثنائية في الجزء الثاني وانكتشفنا كامل الحقائق لقعدة علامات استفهم في الجزء الأول يلا نقول له بتوفيق بأسامة قبي إن شاء الله في عمل ديالو جديد بناء أو بنات المحروسة ونسنو باش يصرحنا بأسماء بنات المحروسة لازم ما تجوش الأسبوع بلا ما نكونوا على بنا إن شاء الله كأول برنامج يرصد هذه الأخبار وأخبار الفنانين والفنانات وكل المشاهير وحتى السينما والأفلام فمدى بنا نكونوا إن شاء الله من الأوائل كالعادة لي يعني يصرحوا بهذا الشيء ولي يعنوا على هذا الشيء إن شاء الله هذاك لازم من الدراما نروحوا إلى موضوع آخر وهو الموضوع وهذا الموضوع اللي تحبوه بزاف زميلتي إكرم طبعا كنا شفنا أنه موسم الرياض كانت حضرت فيه سينجون بزاف فنانات عالميات والسبب هو إلي صعب عرضه ألف وميانت ليلة لكن خليني نقول أنه العرض هدايا كان متميز كان متميز بالحاجة اللي خلاته دائما نقول ما ليش أنا نسمعه فيكم يلا المباشرة حيكون حاضر بعد دقائق إن شاء الله نكمل فقط في هذا الموضوع خير نقول لك أنه إلي صعب يعني الدار دياله احتفلت بـ 45 سنة يعني ألف وميات الموسم ألف وواحد ألف وواحد ألف وواحد ألف وواحد ألف وواحد أفالة عادية ألف ليلة وليلة سيزن يعني يرتبطها بموسم أرياض ولكن يا زميلتي إكرم ما سلكوش من الانتقادات الكبيرة خاصة من ناحية شكل العرض اللي كان قدم في هذا الاحتفالية مناسبة ذكرى تأسيس دارة لصعب الأزياء صح هذه الحاجة اللي خلت يعني ضجة في مواقع تواصل اجتماعي تكون كبيرة سبب يعني اللي بس بالك الجريء اللي كنا شفنا به جينيفر لوبيز في العرض هدايا كانوا الناس كذلك انتقدوا كثيرا هذا الشيء وذلك كانوا تكلموا على الحاجة اللي كانت صارت بين سيلين ديون نصي أجرب يعني لما تلاقوا إلى غير ذلك فقالوا انو سيلين ديون يعني ما تكلمتش مليح مش متكلمتش مليح يعني معطاتش الوقت جهلتها اكزاكتوم جهلتها جهلت نانسي أجرم ولو انو نانسي أجرم يعني كانت كما قولوا لا بخينسس تقولوا شو هدا باللي بس تحها بالريقة تحها وبالصوت تحها الجميل هما جماهير نانسي أجرم اللي كما قلونا بدرجة غادتهم كدرت لأفو شافوا انها ماطت لهاش بلك لانها نجمة هي في منطقتنا العربية شافوا انو ما عملتهاش كنجمة كبقية الفنانات الأجنبيات هو موسم الرياض زميلتي دايما ما يكون يصنع الجدل سواء من حيث يعني الضيوف اللي يجيبهم ولا حتى العروض اللي يقدمها لهذا الضيوف شكل العروض لإخراج نهائي ديالها وهذا الشيء صلى العمل يفات يعني انطلاق فعالية موسم الرياض مع بداية الأحداث في غزة فكان هذا الشيء صنع جدل كبير أخرين نقولوا أنه كانوا كثير من الفنانات والمشاهير العالمية كانوا حاضرين مثل كذلك سيرين عبدالنور يعني كانت حاضرة كذلك نسي بن جيم كانت حاضرة كذلك مونيكا بيلوتشي كانت حاضرة مونيكا بيلوتشي اللي أنا نحبها بزيف كنا شفناها في العرض بلبس جامل جدا لبس محتشم لعبيرتي واحد اللي لازم يقول الصراحة وكان كثير من النجمات اللي كانوا حاضرات في هذا العرض وهذا الحفل اللي كان حتفل به اللي صعب كما قلنا لكم بمرور 45 سنة على تأسيس الدار ديالو ومنهم كثير من النجوم زاملتي العرب اللي كانوا لأنوا تزامن مع افتتاح مهرجان القاهرة فكان اللي اعتدروا وما فهمناش علاش اعتدروا حتى اكتشفنا أنهم كانوا عندهم عقود يوسرا كنت شفتها كذلك في الشروع دايا وما شفناهاش في مهرجان القاهرة لأنه كان عندها التزامات مسبقة ما علنتش عليها فأكيد هي قضية عقود يعني حطت ستوري على انستغرام أنا شوف أنه لازم تكون في مهرجان القاهرة أولا يعني فسكي يوسرا يعني اسم كبير في السينما المصرية والمهرجان في بلادها ومهرجان عريق يعني اسم مثلها يغيب فأنه ضيع الفرصة أنه يتلاقى مع يعني كامل نجوم تلك السينما العربية فلاك تنسوها اكتر يا أمين أكيد هي قضية عقود وعيد فبما أنه تكلمنا على مهرجان القاهرة كما قلنا أن القاهرة دائما ما زالها تعيش أجواء الحدث السينمائي الأكبر في المنطقة العربية بمشاركة أكتر من 70 دولة و190 فيلم في مختلف الفئات والشرق ما زالها دائما حاضرة حتى يوم الاختتام إن شاء الله بكاميرا لايب المشاهير وميكروفون لايب المشاهير والشرق من خلال مفت قناة الشرق إلى القاهرة الزميل عيسام دهمالي دائما روير صدنا كل كبيرة وصغيرة حول هاد المهرجان وكل جديد وفي الأيام الأخيرة المتبقية من هاد المهرجان سوف نربطه معه المباشر بشيطينا أكثر تفاصيل حول العروض اللي كانت أمس وكذا حول حفل الاختتام أو اختتام المهرجان اللي سيكون يوم غد عيسام هل أنت في الاستماع؟ نعم مساء الخير زميلتي إكرام وزميلي أمين عجبني تحليلكم كنت نسمعكم وانتم في في البرنامج تحلوا في حضور الفنانين لمهرجان القاهرة السينمائية في دورة الخمسة والأربعين يلا عيسام يعني نعود نقول لك مرحبا بك وأهلا بك دائما في هاد المباشر من خلال برنامج لايف المشاهير اللي أكثر صدنا من خلاله كل كبيرة وصغيرة في هاد المهرجان ومهرجان القاهرة في طبعته الخمسة وربعين البارح كان عرض من العروض الأفلام الجزائرية خلنا نقوله أنه الفيلم باش نتذكر فقط آمين فيما أرض الانتقام للمخرج أنيس جعاد أرض الانتقام اللي كان أمس فلو تتكلم منها حول أصداء بعد العرض هذا وشراي الناس فيه إلى غير ذلك أكيد بما أننا لقناة جزائرية الحضرة في مهرجان القاهرة السينمائية الدولي فأكيد لازم نكون على إطلاع على الأفلام الجزائرية اللي رح تعرض في هذا المهرجان كما قلت أنه البارح كان عرض فيلم مهم اللي هو أرض الانتقام لمخرجه أنيس جعاد واليسبق أيضاً التعرض في مهرجان وهران السينمائي اللي كانت أجري هذا السنة بخصوص عرضه في مهرجان القاهرة السينمائية الدولي فهو يعني ارتفاة جميلة وحضور مميز لهذا الفيلم حيث أنه يعرض ضمن فئة أفاق السينما العربية هذا المرة أجمع النقاد على العمل يعني أعجب به سواء المشاهدين ولا القائمين على هذا المهرجان في دورة الخمسة والأربعين فألوا أنه رح يكون عنده جائزة إن شاء الله إن شاء الله لي ملا أكيد زميلي أمين فحتى لو مخداش الجائزة بمجرد أنه ينافس في مهرجان عريق وعنده يعني سمعة كبيرة في العالم مثل مهرجان القاهرة فهو فوز لأنيس جعاد وأيضاً لسينما الجزائرية صح خاصة أنه عصام هذا الفيلم على حسب الأصداء اللي لحقتنا أنه يعتمد على الجانب النفسي وتعبير الوجه والحوارات الصامتة بين الفنانين يعني ما فيش بالك حوارات بزافة فهو فيلم عميق عميق جداً صحيح في بعض الأحيان تكون الصورة أبلغ من ألف كلام هناك لغة العيون لغة كل الحواس لغة الجسد اللي تلعب دور كبير فأكيد في بعض الأحيان حتى لو يكون عندنا حوار قوي لكن ما توصلش رسالة كيما يلزم على هذا يطلب أنه تكون هناك يعني لغة الجسد أو لغة العين أكيد عصام أنا بالأفلام اللي تلعب عصام لم لست في الاستماع يبدو أنه مشكلة في الأنترنت هل أنت في الاستماع عصام مازالك تسمع فينا؟ حالو زملائي بخصصة أستمر في رصد آخر الأجواء الموجودة هنا في مهاجن القيارة السلمائية الدولي وأننا نشوفوا هذه المرة أكيد مشاركة جزائرية ومشاركة عربية قوية لأفلام مميزة على سبيل المثال اليوم كانت هناك أيضا ندوات صحفية وكذلك ندوات للمخرجين وعلى سبيل المثال الفنانة التونسية درة في أول تجربة إخراجية لها وين حكات على فيلمها اللي هو تحت عنوان وين صرنا هذا الفيلم اللي أجمع كل الحضرين عليه كذلك أنه نشوفوا كذلك فيلم سلمة الفيلم السوري اللي بطولة ثلاثة وخرجي اللي كانت حضرة أيضا على راد كاربيت واليوم كانت عملت لقاءات معنا شكرا لك عيصام يلا عيصام أكتمع فينا ولا لا أما بخصوص حفل الختام فسيكون يوم غدا يعني العدي التنازل يبدأ ولا نعرف ما هي المفجأة التي ستكون تكون يوم غدا إن شاء الله عيصام شكرا شكرا لكم يلا أكتمع فينا آنيس عيصام عفوا أسمع فيكم الآن أسمع فيكم الآن جيدا فقط كان قطع السؤال أتمنى أنت كل المعلومات قد وصلتكم يلا كل المعلومات وسطتها عيصام لكن أنا أسمعت أنه بمجرد أنه يسمعوا تصريح لقناة الشروق من جزائرية إلى غير ذلك فيجوا مباشرة يدلوا لك تصريح أسكت صح أو لا 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 صحيح صحيح هذه المعلومات صحيح وخاص لك يا فحنا أنه من الجزائر دائما بيرحبوا بنا كجزائريين وخاصة بقناة الشروق تيفي وين شفنا فنانيين نحكوا عن أنهم كانت لهم زيار الجزائر وعملوا مقابلات على الحمد لله صمعتنا طيبة في الجزائر وخاصة جزائر شكرا لك عيصام راح ترصدها إن شاء الله مباشرة للايف المشاهير والشروق تيفي كل توفيق لك وكذلك البدرو المصور لو معك خلف الكاميرا نقول له برافو عليه وكذلك أكيد كانت هذه يا زميلتي يا إكرام هي التغطيطنا المتواصلة الحد الآن لمهرجان القاهرة سينمائي الدولي في دورة والخمسة وربعين اللي شرفت على النهاية فأكيد عشاق السينما والفن السابع يكونوا حزنانين ويسنوا العام الجاي إن شاء الله باش يشوفوا المفاجأة ويسنوا الصهرة الختمية باش يشوفوا إعلان النتائج وتسليم دروع المهرجان إن شاء الله ومهرجان أخرى إن شاء الله راح نشوفهم على شاشة الشروق قريبا نكمل ونروحوا لموضوع آخر من بين المواضيع اللي كان دارت ضجة ودرناها في فقرة ترند المشاهير للأسبوع اللي فات خطوبة دارت حالة ولا نقولوا بروبوزيشن دمارياج دارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي بين تنين يوتيبر يعني يوتيبوز ويوتيبر في الإنستغرام ولا حتى في فيسبوك ولا حتى في اليوتيوب ولا حتى في تيكتوك ونا شفنا كل فيديوهاتهم أسامة وشيرين أبقوا ما كان شيرين كان تخطبه كامل ودروا لهم لي في فقوزيشن يتلفون لك اسم شيرين عادة ارتبط بالنكد للأسف ولكن هذه المرة خبر مفرح فهذه هم الرواد مواقع التواصل الاجتماعي حسن تقول لي معنى اسم شيرين وناكد شيرين وحسام شيرين وحسام طبعا فهذه المرة خبر مفرح خاصة أن هذه القصة توجد في النهاية بطلب زواج رسمي لهذا التنائي اللي كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الناس اللي تابعوهم كانوا متأكدين أنه النهاية راح تكون ارتباط بصفة رسمية وكانت خطوبة هاد المؤثرين حصدت ملايين المشاهدات عبر السوشال ميديا خلال دقائق بعد ما شغل خبر خطوبتهم المنصات منذ أسابيع وعلى هذا زميلتي إكرام كانوا خيروا أنهم يدوا وقت بشي علنوا على هذا الخبر المشاهدات كانت كبيرة بلغت 123 مليون مشاهدة عبر حساب أسامة مروى على انستغرام وإن أرفق الفيديو بتعليق جاء فيه الله وضعني في طريقها ووضحها في طريقي اليوم هو بداية حياة جديدة بالنسبة لنا معا وكما شارك كذلك أسامة مقطع فيديو يوتق لحظة تقدم دياله لشيرين على بحيرة كانت في إيطاليا توافق هي على الزواج طبعا يعني مش هتقوله لا لا وكانت تنتظر العروس مفاجأة بعد الموافقة هو وجود كل عائلتها وعدد كبير من المؤثرين اللي هي تتفاهم معهم طبعا في إيطاليا متواجدين معها ويشوفوا في هذا الابخو بوزيسيون الخاتم خلينا ناظر على الخاتم يا أمين الخاتم من بريند المجوهرات الأعلى السعرا عند تيفاني أنتكو المعروفة بالألماس ومعروفة أن الألماس اللي تبيعه من الأنقى حول العالم خاتم شيرين مصنوح خصيصا من أجلها إذ أن هذا الموديل غير موجود يعني الموديل هذا تخدم غير لها هي على الموقع الرسمي من نلقاوهش للعالمة الشائرية يعني نلقاوها غير في يدها اللي يحب يشوفوا في الموديل ويحب يشوفوا في يدها ويقدر العاملون يعني في مجال الألماس الناس اللي عندها إكسبيغيونس في الألماس إلى غد ذلك أن السعر تاعوه يتراوح بين 90 ألف دولار أمريكي و100 ألف دولار أمريكي ميزانية يعني رغم أنهم قالوا أن هذا الزواج ولا خطط له إعلان زواج خطط له يعني بش يكون بسيط احترام الأوضاع في المنطقة ولكن هذو هما الفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دائما يحب يصنعوا الجدل فالخاتم والسعر تاع الخاتم هو ليصنع الجدل في هذه المرة والله يا أمين خليني نقول لك أنه هاد الصور وهاد البروبوزيسيون وهذه الأشياء نشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي يديروا مشاكل بزاف بين الأزواج وبين المخطوبين والناس يعني اللي تحب ضعب اللي يكوفر إلى غير ذلك فأبالك هننشوف أنه 70% ولا 80% من هاد المشاهد أنا ما نشوفهمش فيك إكزاكتما بسك أنت ولا تحب دير البروبوزيسيون للإنسان اللي تحبها ولا تحب تتوري الحب بتاك توري ولا غير لها يعني ما ناش لازم نعرفه بالبروبوزيسيون هادوما إلى غير ذلك أنا نشوفها رايي ونشوف أنه يأوريوها دايما يعني أور بزاف في البروبوزيسيون تحسهم أنه يمثلوا يعني مش حاجة سانسية خاصة وأنهم بلك يعتمدوا على هذه الحاجات لأغراض تجارية وأغراض ربحية فدايما ما يدخلوا البراندات تعلم الماركات حتى في أبسط يعني تفاصيل حياتهم فكل شي هو عبارة عن تجارة وكوميرس وإعلانات إكزاكتما وكنا شوفنا على بالك في البرنامج تأيتي بالعربي اللي يجوز على الأم بي سي كانوا حضروا ما من الخطوبة ديالهم يعني وداروا تصريح مع العروس والعروساتي ما جيني أنتبنا على العروس كي يجو يدروا معك تصريحات ما عندهاش نشوف لي خرجوا الأمر على سياحي نحن نشوف هي هي أصلا مبنية على وجه مبنية على ليفو وسكوهما خدمتهم وشنو كي يطلعون لهم ليفو يدخلوا دراهم فكيديروا هاد الحواج ميديروهمش باطل قد ما يحطوا ينفيستي فلا بخووزيسيون هذي قد ما المشاهدة هذي تعود ترجع لدراهم لي حطهم أنا بلي كينا حاجة متفقن عليها نو إكرم وحتى المشاهدين أنه هذي اللحظات الصادقة اللي بلك تجي مرة في العمر الواحد يعيشها مع أقرب المقربين ليه باش ما تفقدش المعنى ديالها لأنه كي تكون الأضواء أوفر على حاجة تفقد القيمة ديالها يقول لك الحاجة اللي تكون ديسكريت والحاجة اللي تكون يعني في الستر إلى غير ذلك فيها الباراكة فيها باراكة ودايما تنجح ولا أكسا وحنا تهينت فيها باراكة اليوم مع المشاهدين لحقنا نهاية عدد باراكة يلا آمين سيتان بليزيغ دايما نقدم معك البرنامات جروحك الخفيفة معلوماتك الجميلة ولوغتك السليمة فالمشاهدين ديالنا تاني اللي دايما تلقوا بيهم يطيكم الصحة جمعة مباركة هلا وفيروحكم وفي الناس اللي تحبوهم بزا بزاق سلام باي